مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هذه وهذا أبرز عنوانها سلمات فارق الحياة فارقت سلمة ذات 8 سنوات والتي أجريت لها عملية استئصال اللوزتين الحلاقم بمدينة المضيقة قبل 8 يوما فارقت الحياة مساء يوم الأربعة 8 مارس الجاري بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان ولفضت سلمة أنفاسها الأخيرة بحسب المعطيات المتوفرة بعدما قادت شهرين و18 يوما في غيبوبة تامة بسبب خطأ طبي عقب عملية جراحية بسيطة في 21 من دجمبر الماضي بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بالمضيقة كلفتها سكتة دماغية ثم فارقت الحياة نهائيا وتعود تفاصيل الوقع بحسب تصريحات سابقة لأسرتها إلى كون الطفلاء دخلت مستشفى المضيقة من أجل عملية جراحية لاستئصال اللوزتين قبل أن تدخل في غيبوبة بعد العملية ليقوم الطاقم الطبي بنقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل وأكدت الأسرة أن الطفلاء دخلت في غيبوبة منذ خضوعها للعملية المذكورة حيث أفاد الأطباء أنها تعرضت لتوقف القلب مفاجئة ناء إجراء عملية استئصال اللوزتين وهو ما كان سببا في المضاعفات الخطيرة التي ألمت بها يعني سعفناها وهي البنت ميسا حطيناها في الفريقو كان إهمال كبير كان إهمال كبير كان إهمال كبير كان تقصية شوفت هذا بعد تخطنا عند الفريقو وتهتا ودرعتا وبسا وخاكي منعوني كيغطي ولوجه ولكن أنا معا معا نخلي ومشي وعريتا وبسا ودرعتا دعوى بيهم الله دعوى بيهم الله فعد العواشر منسمح له من الدنيا الأخير